نورنا كابت. 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 لا هي صعبة زي ما قلت حياتك صعبة لنتيجة أن الملعب والمساحات وسلميكا برضا كفرقة من الفرقة كويسة هنا الأهلي طبعا أنت عارفنا الأهلي دايما بيبحث عن الفوز وبالتالي حتبقى صعبة تحكمين على عباس السيد الحاكم بيقرأ برضو الفرقتين قبل المبارا وبيحضر نفسه طب كلام جميل جدا يا كابتن آيمن حولك على مفاجأة وانت كنت حاكم كبير في حاكم برضا النهاردة الجديد عندما يقوم كابتن آيمن عنده مباراة النهاردة زي النهاردة مباراة سراميكا وانت لعب بيجي المدير الفني للحكام بيجيب لك مباراة سراميكا وبيشرح حالك وبيل لك أدي سراميكا بتلعب ازاي ويمكن المهاجم اللي بيعمل عنده مهارات ويتخلي بالك من اللعيب ده وهم بيحضروا من تحته بيعملوا ازاي الـ ناد الأهلي النهاردة مثلا من اللي هو ممكن طبق تخلي بالك لأنه ممكن يكون بيراغ يعني بيخليك تقرأ وتشوفي المبارية للأهلي ولعبهم إيه وطرقة لعبهم إيه ونفس الشيء للفريق اللي هو المنافس دي إذن النهاردة التحكيم ما بقاش كابت أن أنا بنزل بحكم وراء لو بدي كون عندك كراءة للفرقتين ليه؟ و أنا النهاردة كابت أن أنا كحكم هعمل استراتيجية على إيه؟ يعني هنزل عمل استراتيجية على لعب الفريقين وبالتالي أنت قلت حاجة جميلة جدا 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 بنروح ونقول عبزيز النهاردة مهم جدا نقول عبزيز النهاردة خليك هادي عبزيز أحيانا لبعض اللي وقت يبقى فيه شوية سن التوتر كده فما تنفعلش الحكم اللي بينفعل كابت الأيمن بيعمل مشاكل ولكن مهما كانت المباراة عليها أنت كحكم حاول أنك أنت إيه تبط أو تهبط الرتم بتاح هو ده الحكم الشواطر اللي هو ما يعليش المباراة لما تعليه هو ما يعليش معها لازم أن يبقى في المستوى اللي هو يضل أنه يدير الحكم الساعدين النهاردة حكم بشادي دولي حكم ممتاز وشام بشادي النهاردة حكم من المنطقة الغربية الاثنين حقيقة طبعا الممتازين رابع يبني المحجوب عندنا الحانفي خبراته الكبيرة طبعا حكم كبير دولي وعالفار يعني ما فيش حسن من كد معك محمد الحانفي النهاردة ومعك محمد علاء هشم إيفار أعتقد النهاردة التقيم التحكيم أتمنى طبعا التوفيق للحكام كابتن أيمن وزي ما قلت عبزيز السايد حاول أنك أنت سيطر على المباراة بدون أي مفعال وانسى خلص أنك أنت لم تدير ويطابر من هذه المباراة المباراة التحدي اللي هتمر بها بعد كده للأفضل إن شاء الله بإذن الله